نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات النهائية حال عدم سداد المصرفات وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى قيام الجامعات الحكومية بتخصيص دعم لمكتب رعاية الشباب التابعة لها وذلك لمساعدة الطلاب المتعثرين في سداد المصرفات سواء كانت مصرفات دراسية أو رسوم مدن جامعية هذا ومن المقرر أن قدم تحانات الفصل الدراسي الثاني للجامعات خلال شهرين يونيو ويوليو المقبلين حيث يتم الإعداد لجداول الامتحانات تمهيدا لإعلانها قبل موعد الامتحانات بفترة كافية